وقد وفق الله أهل السنة والجماعة إلى المنهج السليم في مناصحة الحكام والإنكار عليهم وفق ضوابط الشرع من أهم هذه الضوابط أنا شرت لها الآن ذكرت أربعة منها أن يناصح ولاة الأمور سراً إذن المظاهرات ما تصلح إذن الكلام على رؤوس المنابل ما يصلح لأن هذا فضح بضاعة هيبة ومنصيحة سراً فيما صدر عنهم من أخطاء ولا يكون ذلك على رؤوس الأشهاد وفي مجامع الناس مما يؤدي إلى تقليب العامة يا أخي هذا مدرس هذا طبيب هذا عامل هذا ما أدري إيش صاروا كلهم سياسيين ما يركز في عمله يركز في العمل السياسي سيس المجتمع بسبب المعارضة تروح في مكانة ما لا خلق في الشغل ذهنة مو في الشغل مدرسة ذهنة مو في الشغل الطبيب ذهنة مو في الشغل وهكذا لا هذا في عمله وهذا في عمله والذي ينصر حاكم معروف منه لازم يسير قال ابن النحاس رحمه الله تعالى واختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد بل يود لو كلمه سراً ونصحه خفية من غير ثالث معهما يقول الشيخ بن باز أنا قربت أنتهي عشان ما أطول عليكم يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ليس من منهج السلف التشير بعيوب الولاد وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به أنت ما تقلت توصل تقدر توصل للعالم اللي يوصل له تكلم العالم عضو مجلس الأمة تكلمه لكن ما لك عاجة تظهر مظاهرات أنت ما لك شغل أنت خلك في عملك خل الناس المتخصصة يعني تتعامل في هذا الأمر ثم أكمل الشيخ رحمه الله تعالى وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل يعني أنت لا بس يعني أنا لا بس الآن أقول الربح حرام ما فيها شيء لكن أقول فلان المرابي هذا ما يجوز أقول شيء آن فلان ابن فلان هذا ترى مرابي والربح حرام إليش قلت أنت فضحت الرجل الآن هذا يتقبل منك نصيحة بعد فإذا ذكر العيب أو الخطأ لا بأس به لكن الكلام تأتي على ولي الأمر بالاسم يعني تفضح إنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل لما وقعت الفتنة في أهد عثمان يقول الشيخ قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنهما ألا تنكر على عثمان قال له أسامة أنكر عليه أمام الناس ولكن أنكر عليه بيني وبينه ولا أفتح باب شر على الناس